السلام عليكم أختنا بتقول أن زوجها لا يدعوها إلى الفراش وهي تطلب العفة أولا أحييك على اختيار الألفاظ لا يدعوني إلى الفراش كلمة جميلة جدا وصلت المعنى من غير متقولي اللفظ الصريح ربنا يزيدك حياء وجميع بنات المسلمين أولا العلماء اختلفوا في القدر الواجب الذي يجب أن يجامع فيه الرجل زوجته منهم من قال أربعة أيام ومنهم من قال أربعة أشهر ومنهم من قال كل طهر يعني كل شهر مرة ولكن الرأي الراجح أنه واجب بقدر حاجتها وقدراته أنه هو يعفها ويدها حاجتها بس ما يكونش فوق طاقته هو ده القدر الواجب وهو ده القول الراجح والرجل إن امتنع عن جماع زوجاته لغير عذر شرعين فوقاته محرم عليه مسيء للعشرة لأنه واجب عليه أنه هو يعف زوجته وفي بعض الأزواج بيكون مع زوجته يقضحكته ويوصل لله هو عايزه ويسيبها هي وصلت لله هي عايزة قضت حاجتها أو ما قضتهاش أهم حاجة نفسه وده برضو ما ينفعش زي ما انت خدت اللي انت عايزه لازما تديها اللي هي محتاجة طيب هو دلوقتي ممتنع عن جماع زوجته الزوجة هتعملي والله قدرت تعف نفسها بالصيام وغيره وتبعد عن المحرمات كان بها ما قدرتش يجوز لها أن تطلب الطلاق